ورجعنا مرة ثانية الملف التعليم مصيبة التعليم اللي هي بالعراق يعني أتم الوزارة من سويته التعليم اللي كترون المنصة وحفاظاً على حياة الناس باعتبار يعني وحرصاً عليهم ما فكرتوا هاي الناس الفقرة مين جيب تليفونات مين جيب اشتراكات انترنيات خوة مو كل الناس عندهم وزير ومدير عام ونائب وموظف وفلوس يعني كناس فقرة ما عدها امكانية تاكل لقمة هساً عم الله عليكم سويتوها دبروا حالهم جابوا تليفونات ما شاء الله وقعدوا يتعلمون ويدخلون منصات يعني اتم درسين ومدرسات يعني يعني أكيد لكم الدور الأكبر بتعليم دول الأطفال زرعون بهم الثقة والحافز حتى يستمرون حتى يتعلمون يعني واحد من هاي النماذج طبعاً رجاء رجاء أرجع وعيد كل ساعة قلت شن لحدت راسي اني خاص لحدت دزل حل ما لتها خاص شن معناته لواقع هاي ما أشوفه حلش حتى لو دزينة خاص ما أشوفه آه عني ست ليش حاصل نفس الشي يعني انت بقروب مطلقات العراق يعني أو منتدات العراقية اللي بيتحارس وزحف وخاصة هاي قروب رسمي وبيتعليم بيتدريش يعني عم علي كيف حسا نعذريش مثلا نقول ابو جبار واقف على راسيش والجدر ما مستوم وما منطفه وما غاسل وعنديش خطار وزوالي وغا وكنس وغا وغا وكل هلا بس مو معناه يشتحشوني العالم خو ما يصير بس يلا ما يخالي فيها دائما ما تصير مشكلة لازم واحدة من الأطراف فيلين حتى يحتوي لآخر وينحل الموضوع والمشكلة تنحل هنا ولهالأمور كان لهم الدور الإيجابي لأفضل أكيد يعني أو هذا نموذج يحتدى بي انه يقدرون ظروف المعلم ويردون عليها بإسلوم تعليم اللواقع شو نريد منك مثلا نتلوق لك؟ على شن نتلوق؟ تطين ناراتبش آخر الشهر مثلا؟ شو قعدات وبكيف تودن يمت ما يعجبشن يمت ما فرختن؟ تتلوق لك على شن وبالله؟ شو تماخذ راحتش وترسلين يمت ما يعجبش؟ وهنا النهار كل لندن قاتوا يكتبن وما عاجبشن؟ ما عاجبش طلعي بطل من المدرسة شو قعدات وبطل من المدرسة شو قعدات وبطل من المدرسة اشتركوا في القناة